جزيرة كوس اليونانية مستمرة باستقبال المهاجرين لكن السوريين منهم تعتبرهم الحكومة اليونانية لاجئين لذلك أرسلت لهم سفينة ألفتاريوس فينزيلوس لتسريع معاملات تسجيلهم الإدارية ومن المقرر أن تبقى هذه السفينة راسية في الميناء مدة 15 يوما أحد الشبان السوريين يشرح سبب وجوده على هذه الجزيرة ويقول لم أرغب مغادرة سوريا على الإطلاق لكن كما تعلمون تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية لم يترك لنا مكانا نأمل بالوصول إلى مكان يمكن لنا العيش فيه بلد يقبل بنا كما نحن مسيحيون بلا سلاح بلا قتل بلا أي شيء غالبية اللاجئين والمهاجرين يصلون في زوارق مططية إلى كوس أتينا من شبه جزيرة بودروم التركية التي تبعد 15 كم تقريبا اليونان التي وصلها 7 ألاف مهاجر توجه أزمة كبيرة لذلك وفقت المفوضية الأوروبية على تقديم 474 مليون يورو كمساعدة لها اشتركوا في القناة